السيد محمد الفاضل عبدالكافي الفاضل عبدالكافي رئيس حزب أفاق تونس مرحبا بك سيد الفاضل أهلا وسهلا سيلياس وشكرا على الاستضافة لماذا هذا الغياب الآن عن الأعلام على امتداد تقريبا شهرين شهرين ونص الفاضل عبدالكافي كان غايب أعلاميا شوف سيلياس أنا أولا فاعل سياسي ما نيش صحفي ما نيش كرونيكور ما نجمش كل يوم نتكلم أول حاجة ثاني حاجة العمل السياسي ما يقتصرش على الخروج الإعلامي كانت تسألني في شهرين ذو مش عملت زرت مناطق عديدة في تونس قبلت برشة ناس زدت فهمت مواضيع زدنا طرحنا مسائل وحاولنا نلقاولهم حلول حلول عملية كلمة عملية تسمحها برشة مرات مني كما العادة وكذلك حزب أفاق تونس موش مقتصر لفضل عبدالكافي حزب أفاق تونس فيه شخصيات اعتبارية فيه مناظلين فيه قيادين كما سليم تساوي كما دكتورة ريم محجوب كما سيد طهر الكتاري كما ناطق الرسمي باسم الحزب سيانس السلطاني هذوما ناس الكل يخرجوا يتكلموا في الإذاعات وعنا كذلك ناس في الجهات كما سامح جراس وغيرهم الناس هذوما يخرجوا يتكلموا في الإذاعات وفي التلفز وما يقتصرش حزب أفاق تونس على فضل عبدالكافي الآن الفكرة العامة اللي نحب نحكي معها نحكي فهم عاسيتك هي الوضع العام بطبيعة الحال لكن زد كذلك تطورات الوضع العام نعم بش ننطلق من فكرة تقول سيل فاضل أنه الآن حان وقت حكم الشعب بالشعب وأنه حان الوقت أنه الديمقراطية الحقيقية تترجم في الواقع وحان الوقت أنه من الناس اللي بنت اللي بنت مقايدة ما بين إرادة الشعب وما بين إرادتهم هما كممثلين للسلطة وكأحزاب وكبرلمان وكحكومة وديل ونيوديل حان الوقت الناس هذوما يبعدوا على الحياة السياسية هذا اللي قاعد يصير له فما بالحق على مستوى الصحة السياسية شنو أرأيك فيه شنو أرأيك في الفكرة اللي تقول شي عمل فاضل عبدالكيف في اليوم في الحياة السياسية وفا سي فني الناس هذوما اللي يقولوا الكلام هذا أولا نعلمهم اللي أنا رغم اللي قاعد يصير يعني الناس كل تعرف شو ما قاعد يصير في تونس كي تكون انت فاعل سياسي في ظرف كما اليوم يعني اليوم ما احنا نحكيه حتى الوضع السياسي أو المعارضين السياسيين ما كانوش يعيشو اللي يعيشوه اليوم صحفيين نقابيين فاعلين سياسيين هذي مكنش رواه اليوم أنا الحقيقة نمشي بمبدأ واضح وساهل برش مش ناس كل تسمعوا اللي هو اللي هو عطيوني ديمقراطية في العالم أو عطيوني بلاد ناشحة في العالم في الحريات ما هيش تطبق في الديمقراطية خطرة خلينا نعود ونعرفوا شنية ديمقراطية هي تفض مشكلة بطريقة سلمية هذي هي ديمقراطية فماشي حاجة أخرى اللي خارج من هذا الكل ويولي عنف كان الناس تحبانا تسمعني انتي قتلي اللي كبرشة غبت تحب تسمعني نخون في العباد ولا نقسم في الناس ولا نسب في الناس ولا نهتك في عراض العباد مش هذا تعريف في الحقيقة للسياسة الآن كلامك صحيح كي تقول الشعب يريد أو الشعب هي نقبات هي صحفة هي أجسام وسيطة وهي انتخابات والإليات هذو ما معروفة اليوم اليسار يربح ويسير بلاد وغدوة يخسر اليسار ويربح اليمين ومن بعد اليمين يعود يرجع اليسار ومن بعد ممكن تصير حكومات تلافية في العالم أجمع المتحذر اللي لاهي بأمور الناس كل يوم خاطر باقي بكله الكله راهو شعارات شعارات يعني ما تستقيمش بالنسبة لها ما تستقيمش ولهذا نأكد اللي في تونس اليوم في 2023 الأحزاب السياسية ما زالت مواصلة بعض الأحزاب السياسية النقابات لازمها تواصل والصحف وإحنا اليوم كحزب على أقل تقدير أرجعوا البياناتنا الكل موقفنا كانت واضحة في البيانات اللي خرجناهم على اللي صار على الصحفيين على اللي صار على السياسيين على صار قضية تتحدثت عليها وماذا بينا الكلمة دي معاش تتقال راهوا فما كلام قاعد كبير واختير ياسر قاعد يتقال في تونس مثلا كلمة التطهير تطهير راهوا كلمة كبيرة ياسر سيقال فودي اليوم بيانسور خد ناس كل تحكيت أو التطهير تطهير شنو تطهير المحاسبة لا خطر التطهير أخطر من المحاسبة المحاسبة احنا معنا حتى شيء وأنا أولهم ضد المحاسبة اللي غلط يتحاسب يتحاسب بقضاء مستقل بقضاء سريع بقضاء بينه وبين الشخص اللي قدامه القانون والضمير ولكن كنت أحكي على التطهير راهوا أنا يفكرني في عصور الحقيقة الصعيبة ياسر وأمثل تطهير راهوا تتقال في رواندا وتطهير قال في كومبوتج معالك من الروج وتطهير قال في هذا هو الكلمة يعني لازم نرد بينا عن مصطلحات راهوا معمولة في الدنيا هذية احنا الفرق بيننا وبين الانسان عنده لسان ولسان لازم يرد بي لو ش قاعد يقول أفورس يوريكي أنت تكون من ناس الفاعلين من ناس اللي يقروا مصير بلاد خاطر أنا الحقيقة نحلم ديما نقولها نحلم تونس ديمقراطية ولن نازمنا ما نتراجعوش في الديمقراطية نحلم تونس مزدهرة وهذا ممكن راه ولكن أهم شي سريع نحلم والراء اللي تونس نجم تكون متضامنة خاطر تونس اليوم هيش متضامنة تونس اليوم كي تحكي أنت على الطبقة الوسطى شقاعد أتعاني وفي نفس الوقت تحكي على السيادة الوطنية خاطر السيادة الوطنية بالنسبة لها هي عيشة التونسي كل يوم هيبة الدولة هي هيبة المواطنة التونسي كي أنت تلقى رداءة في الخدمات العمومية ومفهوم عليه رو كما قال زيادة قبليك الفلوس نحكيه على الأموال نحكيه على التمويل هذي الباقي لكل كما قناشي حل التمويل خاطر برشة ناس تحكي على الدولة الاجتماعية إي أنا مع الدولة أنا أول واحد مع الدولة الاجتماعية ولكن دولة الاجتماعية لازم تجاوب على سؤالين شون دور الدولة اقتصادين وثانيا نمشي تجيب أموال الدولة الاجتماعية هذا من كلهم عنوين كبرى لحديثنا اليوم على انتداد تقريبا 45 دقيقة سيل فاضل لكن قبل من فضلك نحب نقعد في السياسي السياسي جوز بعد الفاصل فسر لي هاتونس المتضامنة هذي اللي تحكي عليها سيادتك شنو مقاومات اليوم سيل فاضل برشة نستعتبر انو التضامن هو تضامن مع سياسات السيد الرئيس الجمهورية انو التضامن بين التوانسة هو تضامن حول مشروع جاي فيه دستور جديد وفيها مؤسسات جديدة والإذال هنا لحقيقة خل نفهموا بعض نحنوين بالضبط حب نفهم حتى كان سيديو دومين ساعد ديو بخيفي شحاسس اليوم الفاضل عبد الكافي في علاقة بهذا الكل في علاقة بانو فما بلاد جديدة تقريبا موجودة في تونس راجعين رئيس حزبا فاق تونس مرحبا بيك سيل فاضل شكرا لك على قابل الدعوة الفاضل عبد الكافي قاعد يكون نحلم بتونس متضامنة بتونس ديمقراطية سيل فاضل نجمو قولك اللي جزء كبير متوانسة اليوم يعتبرو أن تونس المضامنة هي منضامنة مع رئيس الجمهورية وسياساته وتونس الديمقراطية هي تونس الديمقراطية اللي تتعافى فيها الدولة وتقوى اللي يتعافى فيها القضاء على حد تقديرهم واللي على حد تقدير البعض عمره ما كان القضاء لباسكي متوى مش هذا مش رأي بعض الجمعيات وبعض النقابات بدلها الحال لكن هو رأي هذا مش رأي هذا مش رأي هاو شيك هاو شيك واللي يعتبرو هذا كذلك اللي الدولة القوية والعادلة الآن موجودة وقوية وقادرة أنها هي تقريبا تتعافى ليرجع لتونس القرار السيادي والمركزي في كارتاج والدمان نعرفه عن شكون ونعرفه شكون نحاسبه ولذا ستوب أحزاب يزينه كل الوظائف دايورة يتقال بقوة كل الوظائف قضائية أمنية التشريعية هي في خدمة المواطن التونسي وهي مهاش صلط مستقلة على المواطن التونسي هذا وقعنا وين أنت اليوم سي الفاضل من هذا الكل وين أفق تونس من هذا الكل اللي يعطي انتباع أن أنتما في تأخير عن دولة تونسية جديدة تم تشكيلها احنا أولا مناشي تأخير ولا مناشي عدم معرفة بلادنا أنا واحد من الناس عمري 52 سنة عشت 52 سنة في تونس إلا 4 أو 5 سنوات مشيت قريت في الخارج ورجعت خدمت في تونس وقريت في تونس وعشت في تونس وإن شاء الله أنت وفى في تونس ونتدفن في تونس أنا واحد تونسي مانيش نترقب ساعة ولن بش حد يجي يعطيني شهادة مثلا في الوطنية ولا في حب البلاد مانيش نترقب كذلك في حد بش يعطيني شهادة في فهم المواضيع ولكن أنا نعتبر اللي أقوى كالتية عند رجل سياسة هو قدرة الاستماع وإنا النجم نستمع على الرأي المخالف والنجم نناقش الرأي المخالف والنقاش راهوا به ولا يفسدوا في الودي قضية ولكن أنا إجابة على سؤالك أنا كتبت تدوينها اسمها الحرية والأمن وإحنا بالضبط في الحالة هذه كي تبدأ فما مقايدة بين الحرية والأمن شو ما نعين الحرية؟ فما ناس يقول لك الحرية أهم من الأمن الأمن بصفة عامة أو الأمن الاقتصادي أو الأمن الاجتماعي حريات حريات للأسف شو سمعت تونسي في قضية الحريات سب وشتم يعني ناس تتعدى على بعضها مستوى أخلاقي الحقيقة السياسي طاح برشا هذا أنا ما نشفيه الناس هذا كذلك اللي تقول لك قضية الأمن الاقتصادي والله حاجة ثانوية وديما نسمحها من فهم السياسيين يقول لك الأمور الاقتصادية ساعة هاتنا تفهمه في السياسة هي بيهي شنية السياسة هي تحسيني عيشتها التونسي كل يوم بيش تحسنها عيشتها التونسي كل يوم لازم تفهم على أقل تقدير بجديات يعني الاقتصاد مش لازم تولي جون مينارد كينس يعني في الحكاية مش لازم تولي بري نوبيل دي كونومي ماذا بيك تفهم يعني اللي ارباك مثلا الاقتصاد مش باهي اللي مثلا انت عامل مع الأجنبي بطريقة هذية مش باهي اللي فما بعض السياسيين يقول لك نأموا الشركات فما بعض السياسيين آخرين يقول لك معاش نخدموا مع الأجنب فما سياسيين يقول لك معاش نخلصوا المديونية الخارجية هذية الكل مهيش حرور يعني في التدوين المتاعي نوفا ونقول المقايدة اللي بين الحرية والأمن اللي بمعنى الأمن راهو الأمن متاعنا ولكن الأمن الاقتصادي بالمفهوم الشامل راهي مقايدة غالطة وراهو أنا الراء اللي تونس تنجم خاطر كيف تعملها هذية المقايدة يا أمن واحنا هنا وراه واحد بركة وهو يعمل كل شيء ومهما كانت برعت ومهما كانت استقامة طولين ما عندي شك فيه راهو هذية عمري ما شكيت أنا في الحكاية هذهم ولكن ديما يقعد عابد وينجم يغلط نقول اللي في كل متين المقايدة ذيها غالطة واللي كان بش نمشيه فيها بش نخسره الأمن وبش نخسره كذلك الحريات وهذي اللي قاعدين للأسف قاعدين نعيشه فيه اليوم في تونس الأمل كل الأمل الأمل هو نعيب ما فماش مقايدة ما فماش اليوم أكثر إمكانية بش ترسخ بها الفكر الديمقراطي والحريات إلا الرخاء الاقتصادي خاطر عليش سيدياس هون عطيك أنتي اليوم تنشي في الشارع أنا نمشي في الشارع يعرضوني ناس يقول لك اسمح في الحريات واسمح في الجرائد واسمح في فلان يتكلموا سيدي يحللوا سيلياسي يقول اسمح فيها كي لسكالوب دداند وسط بالسومة ذي رجعوا لي لسكالوب ستة دينارات الكيلو واسمح فيها هذي الخطأ بعينه خاطر طالت دهره أم قصره وماتوا ناس رأوا للحريات ذي مات فما دم فما شهداء للثورة التونسية اللي توا برشا ناسه لو يحكيوا صارت الثورة ما صارتش الثورة إيش قاعد يصير في تونس في كلمتين؟ قاعد يصير تطرف نحن ولينا بين التطرف والتطرف يعني تطرف سياسي؟ تطرف سياسي خاطئك أنا كش معايا تولي العدو متاعي نجم يا سيلياس أنا ويك ما نزوز توانس نجم أنت عندك فكر سياسي وانا عندي فكر آخر سياسي علش بنقودو شو نحكيه؟ علش أنا نعتبر اللي كان أنت مكش معايا تولي العدو متاعي أنت مكش عدو أنت تنجم تكون مثلا فهمتني؟ أما تنجم نجمش تولي عدو ولهذا التطرف هذي الاستقطاب الحاد اللي قاعد يصير في تونس هو اللي بشي خالي الناس مش مركز على أمور الأهم اللي هي رداءة الخدمات الإدارية والعمومية اللي هو ما هو دور الدولة نحكيه على دولة اجتماعية حتى حد في السياسيين وفما عتاب صغير عليكم عتاب صغير ولا لوم نعرش ما أقاب عتاب أم اللوم اللي ساعات نسمع ناس مهمين وناس يعملوا يعني توم أفوزات ديفزور دوبينيون يقولوا عمرنا ما سمعنا سياسي تونس أحكيه على حلول اقتصادي ليا عشرة سنين نحكي على حلول اقتصادي الآن تقولي أنت راو صوتك ما يوصلش الناس مش يتبع فيك نفهم تقولي بش تواصل ولا مكش بش تواصل نعم سأواصل سأواصل لآخر رمق أنا ديما نقول راو الخير تحت ساقينا واحنا نهزو ننفضو هذه الكلمة قلتها منذ عشرة سنوات قلنا حتى اقتصاد بنجم يشمع ينجح في حالة مالية عمومية منخرمة ونعرفوا عليش منخرمة اليوم المالية العمومية في كريمتين فما ثلاثة مشاكل كبار فما مشكلة في الصيدلية المركزية سينربيس سينيسيس إكنام هذك سينفويي في هليزو بيتو معاه فما أندوزيام فويي كبير يسر ومخطر اللي هو البترول استير وسن دي بي وإيتاب وفما أندوزيام اللي هو أخطر منهم هؤلاء الأرقام بدأت تخرج اللي هو الوفيس دي سيريال يعني ديوان الحبوب وديوان التجارة مع البنوك التونسي يعني أنت كتخلي أنت اليوم هاو أخرج الرقم اللي نحن نحكي عليه منذ خمسة ستة سنوات طلقا أنت ديوان الحبوب مش خالص مع بنك عمومي 2.4 لا 4.7 4.7 مليار دينار رو يعني مبالغ خيالية هذي مشاكلنا الأساسية ما تنجمش اليوم كيفاش تحب الناس تبدأ فرحانة بالكنام ما هيش بيش تفرح بالكنام سي الفاضل أنا عم سيدي مرة أخر هذا ما النجم نحطه كان تحت مجهر السياسة ما ليرزمه يعني شخص نحكي هاي نسيتش بسيلش هبش نسألك اللي قاعد يتقال اليوم وبقوة وليلزمه إجابة من القوى السياسية قاعد يتقال أحنا ما قاعدين كان اللمه في الخراب اللي تعمل لسنوات والخراب هذي ما أخذتش القرارات اللازمة وموصول دي وين الحبوب للشي هذي كان على خاطر السياسي يشوف فيه لسنوات وخليه وموصول المحروقات للشي هذي كان على خاطر على امتدد سنوات الدولة التونسية كانت غير قادرة يا أما تمول التنقيب جديد يا أما تمول وإلا تتفهم مع الشركات على لزمات جديدة هذا اللي قاعد يتقال يا سي الفاضل مسؤولية من قرر لسنوات باش يخلي اليوم لأمور وصلت لهذا وهذا برياسر للسلطة اليوم اللي قاعدها تقول يا جماعة أنا راني اللم في اللي عملوه الأخرين سنوات وسنوات هذا كيفش نجاوبوا عليها شو نجموا كل السلطة كي تجي تقول أنا راني اليوم اللم سامحني في الكلمة بشو نحطها ببن برشا معقفات اللم تقريبا في في قلة في قلة الإدارة وقلة العرف اللي صار لسنوات وسنوات مفهوم شوف سيرياس المنطقة المتاع اللي يجي يحكم يقلقي بتركة ماذا بيه ما يجيش يحكم خاطر أنا مثلا طهاني طارح روحي في الشأن العام قيمة هيا فما تركة أو اللي يسن فاطر ما أجل المهم هل نجي فما أو ما فلماش هني جاي فما تركة التركة ما لازمكش تحددها في العشرية احنا منوال التنمية التونسية نجم ونرجع ونعملولو كريتيك منذ خمسة وعشرين سنين وفما ناس أخرين خير مني ويعرفوا المواضيع هذه المنوال التنمية اللي مشينا به ما هو شبه ولكن اليوم كتجي أنت ترى الحكومة أنا يعني بكل تجرد وما غير حتى عنف سياسي ولا اليوم فما رؤية التونس فما استراتيجية التونس أنا إحساسي اللي الحكومة هي حكومة خليد بين تصريف أعمال وقتش كان فما رؤية التونس هني جايك هني جايك هذا اللي خطري غبلي إيه أما الناس الناس لازمنا نفهم للعبادة ذوما تقوم في تونس منذ أربع سنوات مش منذ أربع أشهر ولا أربع أسابيع أربع سنوات منهم سنتين تقريب تولين بصلحيات يعني لي حتى رئيس دولة في تونس منذ الاستقلال ما كان عنده ولينا وظيفة في القضاء ويعني يعني العبد اللي حاب يبدل اليوم ينجم يبدل ما غير حتى إشكال خاطر الدستور يسمح له بهذه دون كان نعود نرجع لحكاية الترك التركة موجودة صحيح التركة موجودة ولكن الحل التركة مش مش نربكوا الاقتصاد مثلا ندخلوا في عالم اللي كل شيء يتفسر بالإحتكار صار إرباك للاقتصاد وحكيت على أمث اللي عطيتها ضحكت الناس وقدنا حكيت عليهم ولكن ما فيهم ما يضحك حكينا على البطاطا اللي ما يدخلوش المخازن دونك تغلى البطاطا حكينا على برشة أمور كانت نجم تتصلح ولكن بش تتصلح ما نزمش يصير إنكار ولا يعني أنت عندك وضع صلب مادي صلب وانت تنكر فيه الحل هي قول الحقيقة هذا يش قاعد نقول فيه ثالث حاجة هو الاستشراف أنا ألف مرة أحكيت على حلول عديدة في كل القطاعات في الفلاح في الصياح في الصناع في اللوجيستيك في تونس كيفية نجم تكون هذي الكل اللي حكيت فيه لازم نستسمعه غضوة حب أنت تقوي الديمقراطية في تونس وتحصنها لازم عايش كريم للتوينس خطر المشكلة الكبيرة اليوم شوف المتقعدين شوف الطبقة الوسطى ومتاعنا اللي احنا كنا فخورين بها منذ عقود لكن سي الفاضل إذا كان ما يتسمعش شكونوا لم يتسمعش سيادتك في الكلام اللي قلت هذا الكل لازم يتسمع إذا كان ما يتسمعش هل يتسأل الفاضل عبد الكافي أعليش الكلام ما يتسمعش نقلبها لحكي نقلبها ها يتفاضل كان فاضل عبد الكافي ما يتسمعش هذيك حق الشعوب أنا ديمقراطي أنا مني جاي فارض فكرة أنا جاي طارح فكرة فرق كبير فرق كبير جاي طارح فكرة سمعوني فبها ما سمعونيش مش مشكلة الآن تقول بربي أنت اليوم في تونس في 2023 نعم في السياسة في الظرف هذي اللي عايشينه اي نعم في السياسة نعم في السياسة عليش خاطر نحب تونس خاطر نحب التونسة خاطر نحب براء بلادي خير كي ناس تبهت اللي دول تعطينا فيزا تقعد ناس سنة ستة وسبعة شهور بشيخ ذو فيزا وفرماسيان ما ينجم بشيخه فيزا هذي كالسيادة الوطنية بالنسبة لي الفرينة والسميد والخدمات هذي كالسيادة الوطنية مش سيادة وطنية بش نعملوا بيانات ونقولوا احنا ومناش موفقين ولا مناش بش نعملوا الكلمة ذا فما نوع من العناد العناد والإنكار راه يوصلك غدوة المشكلة كبيرة أنا سيلياس شخص المتواضع لي قدامك أنا عام 2017 رأوا في البرلمان قلت لهم تونس نهار بش تقف أمام مصيبة كبيرة خاطر عايشين على منوال زيد الماء زيد الدقيق زيد المديونية زيد الأدايات بش تبرك 2017 أرجعوا المداولات مجلس نواب الشعب هذي قلتوا كوزير مالية ما عساني نقول أكثر من هكاية وقل تراه فما إمكانية كبيرة كنرتبوا البيت التونسي ونهبطوا الاحتقان ومنبدايش أنا مش موافقك على أربع حكاية تقولي أنا عدو ليك مانيش عدو ليك سيلفادل أنا شوية ياخر بش نرجع الالفين وثلاثة وعشرين والالفين واربعة وعشرين ونحكيوه على لكن يهمني مرة أخرى سيلفادل عبد الكافي أني نفهم شنو الإيجابة اللي تنجم جي للمواطن التونسي كي يسأل ويقول أعلاش في الفين واربعتاش معمناش لتو انرجي رونوفلابل أعلاش في الفين واربعتاش اللي دافع عليه الكل مثلا الفاضل عبد الكافي مارينا منه حتى شي علاش عشرين عشرين وقت اللي يصير عشرين عشرين وفم يافتة كبيرة تقول اللي رانا طو بش نحلوا الببان و بش نحلوا شبابك وليزن فيستيسير جايين ورانا قادرين على على ذلك علاش ما يصير شي هذا شنو الإيجابة علي يصير فاضل مهم ياسر منو هو نكملو هو ونتعداول لتلاثة وعشرين نوعدك ونتعداول لفمي ونتعداول لليجا لا 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 مانيش كورسبندانة لفمي في تونس لا 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 مانيش قصدي معناها في تعبئة موارد الدولة وفي المستقبل هذا شنو اللي يجاب عليه سيجابة سهلة وواضحة وجلية هو نقص الحماس ونقص الشجاعة ونقص الصدق ونقص التمكن تعالناس اللي سيرت وصلنا الكارثة هذا بش سمعني أنا برشا ناس برشا ناس وقابل رو اللي مايقبلش النقد وهو طرح روحو للعموم يشدارو زي وليهذا نتنقد نتنقد برشا ساعات ناس تنقد بطريقة لبقة ساعات ناس تتعدي هكا خطوط الحقيقة مش باهية مش باهية لا شاكي باهم ناس شاكي باهم مش مش امام القضاء الحسن برشا ناس يقول تونتي تحكي في الحلول هذه تي ما كنت وزير هي كنت وزير هي كنت وزير مش ريس حكومة لا 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 مش امورتان لا مش امورتان لا مش امورتان فورما اوسي اللي يهمني سيل فاضل لا سيل ياس أنا منش ندافع على روحي لا مش خليقة كامل مش خليقة كامل سيل فاضل لكن نحب نفهم هو المنظومة بكلها كنجي وقلو المنويل المنويل عليش ما كنش قادر هنقول لك هنقول لك أولا نقص حماس وشجاعة وصدق وتمكن خطر شجاعة تخرج تقول سين ار بيس و سين اس اس ما يكملوش هكية بشي فلسو باي قلتو 2017 كوزير أنا في الدولة وبعد كي جي تعمل انتي الارتكلو تريز متاع الكون هذي الدستور أحسن دستور في العالم وتوقف الفوراج البيترولي تنقيب على البيترول عنا أكثر من أربعين بلوك بيترولي ووقفين تعرف اللي حتى عام أويل تسعينات تونس مصدرة ما عنداش يعني مشكلة في الطاقة في الكريز تاع 73 كانت بوان بوزيتيف في التونس مش نيجاتيف خاطر مادة ما زل تقدم وغيره كيتخلي انتي الفوسفات لثملين ترناتا تخدم 26 ألف شخص ووقتي احنا كنا نعمل ثمانية ملين ترناتا هذي الحكومات اللي تعاقبت اللي مهيش مركزة اللي كل واحد يولي حب يولي عنده اندستان بوليتيك ويولي حب يولي رئيس زيد عليها الدستور 2014 اللي حابنا نحطو فيه كل شي بطريقة توفقية ووصلنا الحاجة لحقيقة ما تتسيرش يا اخي يا اخي جا دستور جديد هذا تحب توصاني لي دستور جديد هو مع عمل إنساني قابل للنقد ولا مش قابل مش قرآن منزل لا لا حك شي مع عمل إنساني ما مش قابل للنقد مثلا تسئلني بكل بساطة تقول انتي مع نظام الرئاسي او نظام الشبه البرلماني كنا فيه أنا مع نظام رئاسي ومع وزير او المسهول ولكن مع برلمان قوي يحاسب لحكومة ويشرع ولكن أنا ضد الغفاصل الخمسة اللي موجود في الدستور ضد المجلس الثاني اللي أنا مش فهم علش بيش تعمل ضد الطريقة اللي بشي تتسمى بها المحكمة الدستورية هي هنا ما نشبعاد ياسع على بعضنا فما بعض الأشياء اللي نجموا قدموا فيها والدنيا هذه فما ناس تحكم فما ناس تعار اللي تحكم ربي وجههم خير وربي يعطيهم الأفكار وإن شاء الله ينجحوا تونس وكانت نجح تونس أنا بش نصفق مش مش نقوم يعني نقول خسارة نجحوا هذوم والمعارضة تعارض بطريقة سلمية خطرة ديمقراطية هي فض المشاكل بطريقة سلمية ما فيماش حتى تعريف آخر الديمقراطية في تونس أما نولي أنا في حزب وفي معارضة نولي نسيب في معارضة آخر ونقوله انت خاين وانتي نحقرك وانتي ما تسويش وانتي خائن بلادك هذي الكلام ما هو بش يوصل حد شي اليوم سيد رئيس الجمهورية في وضع اللي هو فيه صار تصحير للساحة السياسية التونسية فما برش ناس اليوم موجودين في الحبوسات فما برش ناس وخايفين فما برش ناس يقول لك أنا فك علي طوش مدخني في هالحكاية يعني وراو في وضعي أنا يا سيلياس مش عناد أنا منيش عنادي رو في مخي مش عناد يعني نعم في السياسة أنا نعتبر بـ 52 سنة أضعف حاجة نجم رجحها لتونس نشارك على أقل تقدير ببعض الأفكار وبعض العمل السياسي باش نواحد ناس باش غدوة تبدأ عنا الناس عندهم رؤية واستراتيجية لتونس باش تونس عشر سنين بعد عشر سنين بعد نجمه يكونوا فخورين بها ونجم كواحد يطلب فيزا لأوروبا فيه نهار يعطيهوله وكهو مش نقعدوا ستة شهر وسبعة شهر ونهار نحكيه على القمح ونهار نحكيه على السميد وكيجينا بابور تاعيسانس يعني نفرحوا به يعني هذي هذي اللي مش معقول اللي وصلنا له باي لكن في الأثناء إذا كان احنا مش نتخل صدروس من اللي يتعد علينا الكل نعم فوايون إفكاس هلتنكونوا عمليين أفاق تونس يقول في مبادرة للخروج من أزمة أشهر التالي إلغاء الدور الثانية من الانتخابات التشريعية تشكيل حكومة طوارة اقتصادية مستقلة نحن يطع في الماء خطر طيحوه في الماء نحن بنا زوز الانتخابات يعني الدور الأول والدور الثاني يرينا نسبة المشاركة متاع الناس اقترحنا اقتراح ونحن أحرار في بلادنا نحن مانيش رعاية ساعة سينا نحن مواطنين أنا مواطن تونسي ومانيش رعاية متحد تحد اقترحنا بكل بساطة وبكل ديمقراطية وبكل سلمية على الناس المشرفين على البلاد هذية بربي كيجيوك عشرة في المية ولا ثمانية ولا تسعة والعشر وقف الانتخابات راه يتكل في الفلوس وتكل في الجهة ويجينا نتراجع وعطينا رزنامة للانتخابات الرئاسية خطر عنا الدستور الجديد رانا نسوم دولارت خوزيهم غيب بليك في الجمهورية الثلث كان من المعقول سيد الرئيس يقوم بانتخابات رئاسية سابقة لأوانا كيما صار في فرنسا ودي ما يقارن في تونس بفرنسا ويقارن مع دوغولش عمل فيه ثمانية وخمسين والجمهورية الخامسة وغير 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 هذين نسكن تعرف وراء الكلم ايش قلنا احنا قلنا وقف هالانتخابات رأي والات مهزلة وثانية حاجة اعمل حكومة طوارئ اقتصادية انا اول فكرة عندي هو قانون طوارئ اقتصادي كانت حب تسني عليه كان يعني تونسا شو معناها قانون طوارئ اقتصادي كي تقول ينتي شنو حلولك التونس هاو حلوه ميزاجور طالبين احنا اليوم رزنامة سياسية واضحة وقتاش الانتخابات المحلية وقتاش الانتخابات البلدية وقتاش الانتخابات الرئاسية احنا سمحنا سيبوه عسكر اللي في 24 فما انتخابات رئاسية يزيد يأكدوا هادا بش نعرفوا رأسنا منسقين قال البيجي الله يرحموا كوعنا منبوعنا شنو يعني الى ما تابش نقعدوا هاكا في الضبابية هذي احنا رانا احزاب ديمقراطية الناس محترمين نحبوا نوصل صوتنا لتونس لتونسي هذي كان مش مشكلتهم صوتنا ويوصل ولا ما يوصلش مش مشكلتهم مشكلتنا احنا وصل فبها ما وصلش احنا ما كتعرف اللي قام بجهد يعني وما وصلش عنده اجر عند ربي احنا غانا ساعين يا رسول تو حدك يا واحد يوالي ساعي يوالي كان سكتنا مشكلة وكانت كلمنا مشكلة احنا نتكلم على بلادنا على مشاكل بلادنا والفرق بيننا وبين بارشة ناس اللي نسمعوا اولا الخصم السياسي والفكرة المضادة وثانيا ما ناش يعني في الدجماتيز يعني احنا عنا الحق وانتوما غلطين وثالثين قاعدين اهم شي نعطيه في حلول عملية للتربية والتعليم والنقل والصحة واللوجيستيك واللفلاحة هذي كل مواضيع حكيت فيهم مرات في الفيديوات في الخروج الاعلامي في التدوينات متاعنا في البيانات في مقر الحزب نعلم في اجتماعات يعني فما حزب اليوم في تونس لهي منظومة الماء احنا عملنا جمعتين تاني جبنا اكبر اكسبير في منظومة الماء وعملنا في منظومة التربية يعني وهذاي العمل الحزبي ولازم مهم يسر لتأثير حتى الشباب لتأثير الشباب شي جديد ويفهموا انا جمعة التالية حكيت قدام المناظرين يعني عن الفكرة متاع الحزب على الامور الاقتصادية والاجتماعية وهذاي الدور الاحزاب السياسية وما تنجمش راه الاحزاب السياسية تخرج تخرج من عالم الديمقراطية الاحزاب السياسية والنقابات والصحفيين كما سيادتك لازمهم يكون متواجدين باش نحن نبنيو ديمقراطية جديدة في تونس لكن سيلفادل لازم نفهم شوي الخارطة مثال حزب انتوما اليوم وقت اللي تقوموا بالعمل هذا الكل الحزب انهن يكعليه اللي تتلعوا بالماء وتلعوا بالصحة وتلعوا مقترحات الاقتصادية وكل في انا اتار سيلفادل هل هو في اتار انه يحضر روحه الفاضل عبدالكافي للترشح للرئاسية ذا كان هي مطروحة في 24 شوف اي تونسي من حقه يترشح لرئاس الجمهورية في بلاده هكا ولا انا من الفاعلين السياسين انا حاجة وحيدة انا اجم قولهلك سيل ياس انا عمري ما بش نتصرف بطريقة اللي نخلي العائلة اللي انا نعتبر روحي ننتميلها اللي هي عائلة فددناكم باسمها اللي هي تمشي مد ساترة للوسط اليسار اللي مش متطرف الناس هذومة الناس هذومة الغلطة اللي عملوها في 2019 بعثنا 15 مرشح دون كانت دعوتك الى اختيار مرشح وحيد اي نعم اختيار مرشح وحيد والاستفاف وراء المرشح الوحيد هذين بطريقة ديمقراطية هذا نجم قولهلك الان قررت هل تعتبر نفسك عندك مقاومات هذا المرشح الوحيد لهذه العائلة ليش أنا نجم نقول الروحية لا لا وانت حتاني اعتكنت ستزفان هل تعبر نفسك تنجم نكون قادر انك تحمل مسؤولية كل هذه العائلة كمترشح الرياسية ولا لا وعليش كل واحد نجم يكون عنده نقنسيانس عنده يعرف روحه قادر ولا مش قادر كان أنا حاس صرحي مش قادر نقل نعم في السياسة لا يعني نعم فيها فورفان يعني بش نضحك يعني ولا بش نلعب ولا بش نضيع وقتي هلنسأل في السؤال أنا حزب افاق تونس قبل ما دخلته كان حزب عمره عشر سنوات خرج منه رئيس اللي قبله الحقيقة دخله في ظرف اللي وقفت الخدمة رجعت أنا مع زملائي مع أصحابي مع المناظلين تالحزب عودنا وقفنا الحزب على ساقية نمشي في جهات ونحكيه وغدوة لكل حادث حديث هلنسألوا بطريقة أخرى سي الفاضل كان غدوة العائلة هذه تتفق على سيادتك أنه قادر أنه تكون حامل لهذا المشروع تفكر فيه كمترشح لرئاسي ولا متفكرش فيه يكون شرف كبير يكون شرف كبير بش نقود حملة تمثل فيها العائلة اللي أنا نمثلها خاطر المشكلة في 2019 كي تبعث أنت 15 مرشح ظهر ياسر بش تخسر وبعد نقعد وبهتينش بيننا خسرنا ولكن ما يعنيش هذا لأنا عندي ايجو سير ديمانسيوني بش نقف في الصباح وقول أنا عندي واحد الاثنين في المية في صبر الأراء ولا ثلاثة ولا عشرة ولا اللي هو نقول أنا بش نقدم روحي مش حكاية مش حكاية اعتباطية فرق ما بين الأنا ما بين الأنا لجو وما بين الواقعية لرياليزم أنا جزويد لرياليزم أشي قول الواقعية اليوم ما تقول عندي الواقعية تقول اليوم فيما ناس بش يجي الفترة هذه الانتخابية لازمنا احنا نتلمو بكل أريحية فيما ناس كي صاندي كتاليزر فما مبادرات قاعدة تصير في البلاد بش المرة هذين ما نغلطوش غلطة 2019 هل تعتبر أنه ما زال بكري برشا لحديث على الرئاسية 24 ولا حان الوقت لحديث عليها هو من حين الوقت نحن تحطو عليها لكي يعطيونا الرزنامة يعطيونا الرزنامة أنت يثابت 2024 مش مهم رئيس الجمهورية في المنستير يقول 24 عند انتخابات 24 أي انتخابات يعني بتاخذها بطريقة جدية على أقل تقدير لازم تبدأ عام 19 عام قبل الانتخابات بش تبدأ تحكي مع الناس بش ناس تتفق بش يصير نوع من شادو أوفيس اللي كي ما يحكيوا عليه الإنجليز خاطر راو شوف أنا ما أنا منش بك الزعامات وزعيم بش يمنع تونس لا لا فمي زعيم أنا نام اللي فهم 600 تونسي وتونسي نجم منع تونس تقولهم لي والحكومة هذية لازم تبدأ واضح شكون هما هو رئيس الدولة والوزير الأول والوزراء متاع والكتاب الدولة والولات والمعتمدين والسفراء والمديرين العامين الجهويين والمديرين العامين اللي في تونس والأسيدة المعتمدين والقطاع الخاص التونس اللي نصد تقوله بيانسير رجب تلمه بيانسير ولازم ترويج التونس تخرج البر وترويج التونس هكيك هرا 12 مليون رانا نصوم احنا نجم بدلوا واقع التونس لكن احنا نصد تقوله قاعد يتكلم سي الفاضل احنا كنصد تقوله القتال الخاص انت قلت نصد تقوله لا هو مش قاعد يتكلم خاتم معروف عميش مش قاعد يتكلم سي الفاضل معروف ما هو قالها شخص مشهور في تونس رأس المال جبان هي لغالبا ذي رو مش تونس بركا في العالم مجمع مش في تونس ميش سيفة يعني انتي كتقوم هي اول حاجة الاستثمار كانت اخوا ارقام الاستثمار منذ اشهر تراها في يعني عمرنا مصننا في مستوى متدني في الاستثمار قد يصننا لو طو عليه جواب بسيط مش تونس ما فيهاش اوبرتونيتي ومفهماش مقومة نعم سيدي مال عليش الثيقة يا سيلياس الثيقة يعني انتي كان مثلا في القطاع الخاص يجي واحد يقول لك بربك ان تعمل حفر هوني تطرق البترول في الظرف هذي موش بشيح فرها الحفر بهي والأجنبي كذلك تحنا عانا دي ملتناشنال خارجين دون لاندفرنس جنراليزي يعني حت حاد مثلا ملتناشنال يعلم عليهم ربك في جيو لطونس وشكون جيبهم لطونس هم حيين الناس اللي جيبهم لطونس وزارة في حكومات بن علي كيما سيعافي في الشلب وغيرو اي مشي أو جري و جيبوا Airbus و جيبوا دفاع دي ملتناشنال في الفرماسية هم خارجين من تونس دون لاندفرنس لحد يسئل عليهم وين هم الناس اللي تحب تصلح الشركات شركات المتوسطة و الصغيرة اللي هي تمثل 90% من نسيج الاقتصادي تونسي اللي عندها مشاكل تمويل وعندها مشاكل الكوفيد وعندها مشاكل الشاكات بهذا الكل نحكي عليه كان الكلام هذي يفدد قالك شنوه مش سياسي لا بشنو قعد نفدد الله قال هذك هو الكلام أنا ما نيش بش ناوي نهار ندخل في خطب يعني هكا متاع شعارات ومتاع نمشي في دي موديلي هما ما نشحوش وجربناهم يا سيرياز تو بربي بكل بساطة وبكل بكل أريحية يعني كي نحكي وحنا مثلا على الشركات الشركات الأهلية يخي هو قريبة ياسر رأي لتجربة سحمد بن صالح في التعضوديات رأي قريبة ياسر من الكلكوز السوفيتي رأي قريبة ياسر من اللي جان الشعبية في ليبيا رأي قريبة ياسر من فنيزويلا اللي صار فيها بالبيترو دولار متاحهم هي ها ما نشحوش علش تحب نحنا ننشحو كي هنا هنا مذبية باركونتن نفضوا مشكلة الأراضي الاشتراكية اللي من 1909 لفرانسيس حطوا هنا بش يقسموا القباية للتونسية بش يقسموها وعملنا قانون وعودنا قانون ما نحنا خشين ياسر رأي في القوانين نهار كي ما نحنا نقنوا يعني جبولات قوانين وبعد جيل التطبيق إذا كان ماشيني للأسوأ هني جايك على خطر احنا اليوم عنا دستور مثلا اي انا من ناس اللي بربي يخنفهم بعضنا انا كنت مش كنت استغفر الله كنا كحزب أفاق تونس من الحزاب القليلة ولا الوحيد اللي مشاف في الاستفتاء على الدستور بلاء خرج واحد قال واحد مهم ياسر في الدولة تونسية قالوا اردوا بالكم مرة وكانت قولوا لا تورش الغنوش يا رجع رئيس دولة اللي هي حاجة ما هيش معقولة وما تستقيمش جيبنا ميتين ألف صوت وجيبوا الناس الأخرين ثلاثة مليون صوت وبرك الله فيهم انا رأى منيش في الانكار ولا المكابر هذا هو الدستور بلادي دستور اثنين وعشرين الان تقول لي موافق عليه الدستور منيش موافق عليه بعد قلت لا بعد كنا الحزب الوحيد الديمقراطي قلنا امشيوا صوتوا بلا خاطر مش مقبول تحكيوا الفصل الخمسة مش مقبول تسمي مش مقبول تعمل جلس تعمل مجلس ثاني ما عنده حتى معنا نو السنة دوك خانك مالك جوز بعد الفاصل سلفاضل السؤال دفاكتو بشيكون غدوة هل من المشاريع السياسية هو تغيير هذا الدستور نعم بيانسور بيانسور لشي ولا تصوت للناس يتمثلنا رو هاو شو مشروعنا هاو مشروعنا السياسي نحب نكونوا في نظام سياسي ونحبوا نبدلوا في القانون في الدستور هذي الأشياء هذي بالضبط نحن بدلها في الشهر الأولي نحق وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي هاي حلولنا كي نحن نقنعناك تتصوتنا جوت بعد الفاصل حب نعص تفاصيلهم الكل كرالي كرئيس حزب أفاق تونس كنت تحكيلي للجمهورية الرابعة ما نعرش كانت نتخبونا صحيح هذي اقتراحنا في القضية اقتراحنا نمنو اللي القضاء مهوش وظيفة القضاء سلطة سلطة مستقلة لازم تعطيها الامكانيات أنا نحلم نسافر في العالم كي كنت نسافر خطر ما كتعرف صارت حجير سفر ريت يعني لحقيقة قصور عدالة خطر أنا دي ما كنت نسافر في بلاد نحب نمشي المتاحف ونمشي القصور العدالة تحس وتمشي المدارس وتشوف كيفاش الامور تصير يعني مش مكتظة كما لعنا اليوم يعني قضاء مستقل وعنده امكانيات ومختص مهم ياسس القضاء المختص ومحترم حاجة مهمة ياسر بنسبة لي دونك من نجمش تكتب انت في الدستور اللي هو وظيفة أنا من رأيش اللي محكمة الدستورية اللي غدوة هي لقرام تطبيق الدستور التشريع الدستوري التشريع الدستوري وبرعت واستقامت اللي معنا الشك فيها اي دونك تي مع تنقيح ولا مع دستور جديد مثلت لا لا تنقيح تنقيح عميق ليس بعميق يعني احنا كي نحكيو على الوظائف مثبين نحكيو على السلطة كي نحكيو على تسمية الدستور نحن نعملو اللي في نعملوه في العالم اجمع من نقش دونك انت مع نظام رئاسي مع نظام رئاسي برلمان قوي وصلتات وصلتات مستقلة وزير اول مسئول امام البرلمان وهكي كتصير العالم وهكي كتصير وصحفيين يعني عندهم الحرية الكاملة وحرية التعبير ومرسوم اربعة وخمسين انا مش موافقه انا هاو فما ناس تهجموا علي وشيكي بهم في القضاء مستعملتش مرسوم اربعة وخمسين خاطر سياسيا انا مش موافق مرسوم اربعة وخمسين وحتى السادة الاسادة المحامين الاجلية يعني اللي معايا قالوا لي قلتنا مخاطرنا سياسيا من قبلش نستعمل يعني اسلاح انا مش موافق عليه واضح باي دونك هذير كله هذا في الجانب السياسي الجانب السياسي كذلك هي الراوة الخارجية التونسية يعني انا البارح نسمع في ميديشو بربي نحل وما هوش تملق راو في فمي نحب نحل القوس ونسكره فيه شكرا علي قاعدين تعملوا فيه شكرا على شجعتكم شكرا شكرا اللي مازلتم متواجدين فمي صوت حر مازال في تونس ونسكر القوس البارح نسمع اللي فمي ناس الظن اللي فمي السياسة الخارجية نجموا ما ننقضوهاش ننقضو كل شي بطريقة بناءة شو ما ننقضش شو ما فمي واحد في فرنسا يجي مثلا ما يحسبش وزير الخارجية متاعه او الدبلوماسية الخارجية ولا واحد يجي في بلاد حتى في في اي بلاد في العالم ما فميش مجال كي ما تفضلت سيادتك البارح فميش مجال ما تنقضش فيه وانا فاهمك البارح كي تقول ما فهمتش انتي فاهم بالقدير ولكن حبيت تستفز الضيوف متاعك اي انا في هذا انا غدوة نحبو الحريات كاملة الحريات كاملة انا مانيش من ناس اللي ملوحة ربع تونس ولا نص تونس انا توانسة لكلهم توانسة وكلهم توانسة وعلى راسي ولكن اللي غلطي اي تحاسب اما مشي اطهرت البلاد مع الناس مش نطهروا البلاد ونمشيو نلوجو على الثروة متاعنا اللي مطيشة في عودنا نجيبو في الديون من الخارج قبليك اتحكيلي على العشرين عشرين انا كنت موقع على العشرين عشرين ووقعت على اكثر القروضة اللي فهم الناس مشي في بالهم خذيتهم من يعني حاجة عدم فهم الدولة قالك شنا هو وزير هاز الفلوس الكل باه وين هم المشاريع هذوم هني انا حكيت عليهم هني انا نعتبر من الناس اللي حركتهم يا سيدي من الناس اللي قلت للسلطة القايمة اليوم بربي اخذروا المستشفى القايمة راه يهيبة يا رسول الله راه ستة سنين ما عملنا فيه ما ضربناش فيه ضربة راه عندك تحليط مين وياه فيه تماطنطق راه عندك مستشفيات تسعة ولا عشرة مستشفيات هذي الكل وهذا هذا برنامجنا الاقتصادي اي اي اعجزتو مع برنامجكم الاقتصادي خالي نزيد نواصل دونك الفضل عبد الكافي قاعد يقول لي غدوا في الايام احنا العائلة متاعنا يا سيدي اذا كان انا نكون حامل للمشروع ما رح باع لش لا يكون مسؤولية كبيرة هذا قلتهم مسؤولية كبيرة هي تكليف وليس تشريف قل لي انا قادر نقح الدستور نبقى عليه في في علوين الكبرى نظام رئاسي لكن كان واضح كلامك اقتصاديا من يمشي تجيب الموارد ايوة انا الوحيد في تونس اوة قائلة نحكيلك من يمشي نجيبه الفلوس خاطر احكايات نعملوا دولة اجتماعية مغيبا نجيبه هو الايجابة وتقع دولة اجتماعية ولا نجاك انا امل امتاعي هيا الدولة اجتماعية من دولة اجتماعية لازمها برب ينسلك سهل لازمها تبدأ عندها شركة وزها البترولة دولة اجتماعية لازمها تبدأ هي تملك تونيسير 100% وتونيسير فيلسة ومعطلة في السياحة لا لا جاوب ليرا مغيمة خام فيه برشة الدولة الاجتماعية هي تربية وتعليم ونقل وصحة نخمم في تدعياته التسريح كيفاش بشي سيئ نعطيك كل شيء نعطيك كل شيء هي الموضوع هي نجاعة اقتصادية وتضامن ما فاماش نوترو تيتر كلام فارغ اللي بقي كله ما فاماش نجاعة اقتصادية فاماش تضامن فاما فقر متقع و25% وميزيريا وطبقة وسطة تمست ومتقعدين تمسوا والدنيا بيش تبرك على ريوسنا دونك جي تقول انتي تلم وقتها انا هاو الفرق بيني وبيني انا نسمع الناس يا سيلياس وكي قدامي واحد من الاتحاد العام تونسي شغلي حاب يتكلم ساعتين يتكلم حتى اربعة نسمعه ويسمعني ماذا به والوتيكا والقطاع الخاص والقطاع العام والاحزاب السياسية وتقول لهم شوف هاي لفيدورو احنا لازمنا اليوم عام 2023 نقرروا ما هو الدور الاقتصادي للدولة التونسية عنده تلاتة اربعة ادوار دور بش تلم لمبو وماذا بي تهبط في لمبو مثلا الكراهب في تونس تعرف اللي الكراهب في تونس الدولة التونسية تاخد اكثر من الكونستركتور تهبط في لمبو وتلم اكثر دونك هي الدولة خاطر فما امور اجتماعية يعني انتي كي تعرف اللي الدولة تاخد في ادائيات اكثر من الكونستركتور بيدو حاجة يراو موجودة ما هيش موجودة في العالم مش إلا في تونس موجود كي ترى انتي التاكسيات انتي تحب مثلا تفض مشكلة التاكسيات خاطر الفرق بيني وبين الاخرين ما عنديش برنامج اقتصادي عندي حلول حالة بحالة نحكي لك عاستير نحكي لك عاليتاب نحكي لك عاليزوتوروت نحكي لك عالصدود نحكي لك عالبونوك يعني هذي الكلو نطرحوه اما الجوهر مثلا الموضوع نجاعة اقتصادية تضام ثاني موضوع اهم شي ما هو الدور الاقتصادي للدول انا الدور الاقتصادي فما ما يدين الدولة لازم تخرج منهم بكل فلوس هذيك بكل فلوس بالفلاقي يصيروا تحويلات للقطاعات اللي انا وزير التربية متاعي ماذا بي يكون عنده لدوبل دي بي جي متاع الوزير هذي وجبولو فير نجم نعملها خذ الوزير الاكتويل عنده تسعين في المياه من ميزانيته ويس يليس وجور ينجمش يعمل حاش ينجم حاش هذا هو هذا هو وتعرف القرارات هذو ما روخدناهم في الامن وفي العسكر خذ ذاك ما فيهش وعنا امور امنية وارهاب على تونس ونا ملتي بلي بار دو بار توا بار كاتر عطيناهم الامكانيات والحمد الله وربي يوصلهم متخافش الفاضل عبد الكافي من سقف الوعود هذي سقف الوعود هذي اللي تقعد تقول فيه خذر انت قعد تقول لي روغدوة في الايام انا قادر كننحكم في تونس نخلص الاستاذ والمعلم بريسك الدوب انا اول واحد بربي تخيغس انا قبل لامين العام تحادل عام تونس تنسي الشغل اول واحد قلت اسميك دوائدراميل دينار في تونس ويقدموا فيه كالليبيرالي متوحش انا اول واحد قلت لازم فوسفات ما يتفضل الا ما تحل رأس المال نستخدم فيه وقالوا ليبيرالي متوحش لي سمعني كالناس ميخرجوش اه طف دا بوكس بانسور تتصور قيمة الوعود اللي تقول فيها قاعد تقول راني انا هي حساب هي مش قيمة وعود هي حساب هي حساب لسن دي بي انتي تعرف قيمة لسن دي بي انتي تعرف قيمة لرنتيها انتي تعرف قيمة الترخيص تونسية انتي تعرف اللي كواحد يحب ياخد ترخيص اليوم في كحول لازم يمشي اخد ترخيص يداري واختيانا غودو لازم يخلصوا تسير في مواني ترفيهية وقت المواني تدخل ملياردوات في العالم اجمع والترخيص نجم تتعطاها الافكار هذو ما قال له غالب فما ناس تحبش تسمحها فما ناس قالك شنو لا يحلم لا ما نحلمش كي انتي تركز كدولة على اربعة وخمسة قطاعات نجم تجيب لها التمويل وفهم التمويل اجنبي يخيانا نقاط اثناش نشهر وزير مشيت لعالم اجمع وجبنا اربعة وثلاثين الف ملياردوات وتوقعوا الاربعة وثلاثين الف مليارد ومتسرقوش الاربعة وثلاثين الف مليارد ومتعطلين خاترنا ايداريين متعطلين ومتخلفين خلونا نقولوها رو وخاتر خايفين لدارة تنسية خايفة فما الارتكل ستة وتسعين تعالى المجلة الجزائية على ريوص اي موظف وريدها لدارة كفية تخدم ونشكرهم على على الجهد اللي قاعدين نعمل فيه ما هي ذيك تلك حدود الله ناخذوا هيبة ونقعدوا ستة سنين من البيئة نون كريم الفصول اللي تنحيها مثلا بيانسور بيانسور يسير يس تعافش لازمنا مصالحة مصالحة بمعنى مصالحة اقتصادية مصالحة يعني بش تعايت للناس القتال الخاص بش تمشي يتروج التونس في البرة بش تعايت لإداريين تقولوا معاش تخافوا خطر أنا نسد عليكم أنا كمسؤول أول هما أنت كتسيب أقل إداري اليوم يعمل ربعة غلطة في البروستدور يدخل الحبس يقعد سنوات وعيلته تتشرط ما عاش حتى حدي يوقع تفضل أنت هكا تقريبا في حملة انتخابية فأنت ترى أنا متحمس مش حملة انتخابية أنا متحمس البلدي ما نشي حملة انتخابية والوعد اللي عطيته الزملائي وأصدقائي وعطيته لك أترافيرتو البرشة ناس يتونس اليوم أنا منيش مش نكون حاجز ولا أبستاكل على نجاح عبر نعتبروا أنا من عائلتي سياسية خطر ممكن خير مني ولا أه كان حب كيفاش نقولوا لو ديستان نجم هذيك تكليف تشريفه ولكن تكليف ونعرف على شو ونقول لك حاجة أخرى سليا شرودر اللي صلح ألمانيا روخ سر الانتخابات وانا كانتوا يهبت جن يقول لي راكا بيش تعمل هكا مش تخص انتخابات ان وقعتوا تسويت خاطر هذيك شو معناها واحد يحب بلد وهذيك شو معناها واحد يحب التوينس شو معناها يعني شرودر طول عليش تحب التوينس نسي الفضل خاطر عشت معهم خاطر عشت في المكاتب خاطر عندي أصدقائي خاطر عشت في الليسي خاطر لعبت الكورة خاطر مشيت لستادات خاطر خدمت على روحي في تونس خاطر نحب هالبلاد شو عليش نحب التونس فمشكون يقول فاضل عبد الكافي مايشبهش للتوينس هذو ما بعض غرمائك السياسيين مايشبهش للتوينس مايشبهش للتوينس مايشبهش للتوينس فاضل عبد الكافي مايسور فاضل عبد الكافي ولد الخير فاضل عبد الكافي شمجيبوا للتوينس فمشكون يقول كلام هذا هما الكلام تقال هذي عن ناس اللي اللي شاكي بيهم يوصلوا وقالوا هل السيدة ذا حقوا معش عيش بناتنا تعرف عليش وصلنا الكلام ذا يا سيدياس خاطر الخطاب السياسي العنيف خاطر انك يقولوا تطهير أربع مرات في النهار ونقولوا خاين ونقولوا الكلام ولا سهر انا نعود نقول للمنس هذو مولود نهار 28 أكتوبر 1970 في تونس تقتعريف ذا هو هذي بتقتعريف وباش نموت في تونس وما عنديش بلان بي و سي و دي وكان عيني نعملهم بلان بي و سي و دي وحامل لي جنسية تونسية وفخور بهذا ومعندي حتى مشكلة مع الناس اللي حاملين جنسية ثانية وفرق اخر مع خصوم سياسي اللي يعتبروا خيانة كي تبدع انا ما عنديش باسبور مطلبتش نخوه باسبور وكنت عندي امكانية انا عايش في تونس منذ 52 عام علش ما نكونش تونسي يجيوا يعملوا منهار معايا ديبا نسلوا على تاريخ تونس وعلى اقتصاد تونس وعلى ثقافة في تونس وعلى أدب في تونس ونشوفوا شكون اقرب التونس هنا ولا هما فضل عبد الكافير رئيس حزب افاق تونس شكرا لك على قبول الدعوة فضل عبد الكافي مرة اخرى يقول تعبئة الموارد ممكن تونس عندها ثرواتها ايجا نتفهموا على دور الدولة وطن تفهموا من بعد كيفاش الناس الكلتناس نكون في بحبوحة شكرا لك سيا الفضل شكرا لك مرحبا بيك شكرا لك زادة على كلماتك لحقيقة اللي تشجعنا برشا شكرا لك